الخير? بازن الله هنتكلم على موضوع مهم جدا هو موضوع فني انا رأيت ان هو لازم انتو تعرفوه. علشان انت خارج كويت صيدر الحقيقة لازم تبقى فاهم يعني التمويل في الشركات او او بيتم ازاي منفعش ابدا انت بشغال في الشركة او عندك صادرية او عندك مشروع وانت مش عارف التمويل ده يعني ايه. الحقيقة ده اه يعني انا واخده من الكورس بتاع ريات الاعمال وانا كان لها اشرف ان انا ادي فيه محاضرة. فانا يعني اعمل له كده بس طبعا الملكية الفكرية بتاعته خاصة بمركز ريات الاعمال وتطوير الوظيفة بجمع الاسكندرية. يعني فانا قلت بدل ما اديكم حاجة جديدة احنا ممكن نستخدمه ونتطوره لخدمة الكورس بتاعنا. فالموضوع ده فاني شوية عشان كده انا اسمع على ثلاث محاضرات النهاردة المحاضرة الاولى وبعد كده ان شاء الله يعني فيه المحاضرة التانية والمحاضرة التالتة فيه. وبعد المحاضرة التالتة طبعا كده كده هيكون كده خلاص الكورس بتاعنا خلص عشر محاضرات يعني حاولوا كده تفهموا واحدة واحدة وبرضو لو فيها اي مشكلة انا برضو معاكم اونلاين ومعاكم على الخط يعني فلو في اي برضو مشكلة ممكن يتعيش فيها فيش اي مشكلة خلص يعني. فالتمويل في الشركات ده موضوع مهم جدا. مش معنى انك خارج سيدالة انك ما تدرسوش بالعكس انا شايف انه حايفيدك جدا وحايفيدك جدا على مستوى الشخصي وكمان على مستوى الكارير والشغل بتاعك بازن الله ان شاء الله. لو حنبدأ كده باول موضوع اللي هي مفاهيم وتعريفات اساسية. مهم طبعا جدا احنا لما نتكلم في اي موضوع خصوصا لو هو جديد علينا كلنا. فلازم برضو نعرف بعض المفاهيم بعض المصطلحات بعض التعريف الاساسية. علشان نقدر نتكلم نتكلم نفس اللغة مع بعض. فللي دايما الناس اللي في الفيلد بتاع التمويل تحديدا بيبقى ليهم لغة كده معينة هم بيبقوا عارفينها. فمهم جدا انت عشان تفهم اللي هم بيقدموه. فلازم تبقى عادب بالزبط ايه هي اهم المصطلحات اللي عندهم. لو نبدأ كده مع بعض نشوف اهم المصطلحات الخاصة بمجالة التمويل ومجالة محاسبة. يمكن اهم المفاهيم الاساسية اللي عندنا. ودي بيشترك فيها الفيل بتاع التمويل مع الفيل بتاع المحاسبة. هي ما يسمى بالاصول والخصوم وحقوق الملكية وكل التفاصيل اللي فيها دي كلها. فلو بدأنا كده باول حاجة اللي هي الاصول اللي هي الاستس. يعني اصول بالانجليش يقول لك what you have. ايه اللي مع الشركة? ايه اللي الشركة تمتلكه فعليا? ايه اللي الشركة تمتلكه فعليا بغض النظر هي جابة فلوسها منين? ملناش دعوتها خلص بالتمويل انا هنبتكلم عن الجزء الاصول. ايه اللي عندك في الشركة? لو نبص كده لو دخلنا جوا اي شركة حاليا عندها ايه? حاليا عندها فيه اساس? فيه مبنى? فيه اجهزة الكمبيوتر? فيه عربيوب بتوصل بيها الموظفين? فيه عربيات بتوصل بيها المنتجات بتاعتها? فيه لو دخلنا جوا المصنع هنلاقي المشينز والمكان والالات والمعدات? هنلاقي لو انت باني المصنع ده على حيثة ارض فالارد دي برضو من الاصول اللي عندك? لو دخلنا جوا المصنع هنلاقي فيه انتاج بيطلع الانتاج ده بعضه بيتباع وبعضه بيفضل في المخازن يعني ببعا في شكل مخزون وهكذا. وبالتالي لما بتكلم على الاصول فاكيد الاصول دي هي ما الذي تمتلكه الشركة سواء بقى تمتلكه فيه بشكل قصير اجل او طويل اجل. يعني معنى كده تلوقتي لو هبصت تلوقتي كده اقصادي حفهم ان الاصول دي ممكن نصنفها ان هي ايه? ان هي نوعين. اصول قصيرة الاجل بطبعها عمراء صير. يعني يعني ايه عمراء صير? يعني هقدر احولها لفلوس في الاجل الكثيري. الاجل الكثير ده من عندنا في التجارة هو سنة. فهي عبارة عن فلوس عبارة سوري هي عبارة عن موجودات عبارة عن اصول سيتم تحولها الى نقدية او الى في الاجل الكثير. زي ايه? زي المخزون. المخزون ممكن ابيع بكرة ممكن ابيع وبعده. ممكن ابيعه بعد شهر ممكن ابيعه بعد اربع خمس شهور. في الاخر اكيد مش هيعد عليها السنة إلا لما بيعه زي مثلا شركة مثلا بتنتج عربيات فمطلعة موديل الفين وعشرين مؤكد إن هي حتى لو مش عرفت بيعتي الوقتي بس على الأقل لآخر السنة العربيات دي لما تتباع هيتحول باقي في الآخر لكاش موني يبقى دي كده المخزون ده من ضمن الأصول كسرة الأجل إنها بقى فيه أصول تانية بطبيعتها ماينفعش حولها الكاش موني في الأجل الكسير هي بطبيعتها أنا بشتريها بنية إنها تبقى معمرة معايا اللي هو بيسموها الأصول المعمرة زي السلعة المعمرة كده زي الآلات زي الكمبيوتر زي الأراضي زي المباني هي بطبعها أنا بشتريها مش عشان نحاول لي الفلوس لأ عشان تجيب لي إنتاج الإنتاج ده حيتحاول باقي الفلوس وبالتالي مثلا أنا مثلا عندي خط إنتاج ممكن يقض معي خمس ست سنين عندي مثلا عندي أجهز الكمبيوتر ممكن تقض معي تقض سنين وهكذا إذن في عندي حاجات في الشركة قامت لكها فعليا بس أنا ما عنديش نية باعة في الأجل الكسير يعني أنا قريدي بس سليما في الأجل الطويل وبالتالي أنا هنا عندي الأصول طبعا ممكن بقى صنفها أن هي نوعين في أصول كسيرة الأجل وفهمنا معناها إيه وفيه طبعا أصول طولة الأجل وفهمنا معناها إيه لو حنبص بقى على الجزء الثاني من العملة اللي هي فكرة الخصوم أو الالتزامات طيب لما جيت شراحة الأصول من شوية أنا ما وضحتش أنا جبت فلوس زي منين لو مثلا أنا عندي أصول كميتها مليون جنيه طبعا أنا جبت فلوس زي منين فبعلي كده طبعا أنا عايز أجاب على السؤال أنت جبت فلوس زي منين فلازم بقى نتكلم على حاجة اسمها الخصوم وحاجة اسمها حقوق الملكية يعني خصوم الخصوم يعني الالتزامات يعني ديون اللي هي المديونية اللي عليها يعني مثلا لو الأصول عندك بمليون جنيه فيه من مثلا والخصوم عندي بنص مليون جنيه يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عند جبت حاجات السنة دي او على مدار عامل المشروع بمليون جنيه منهم خمسمائة الف جنيه ديون عليا ديون يعني ايه؟ يعني استلفتها يعني روحت البنك عملت اقتراض وبالتالي الخصوم دي زي ما الاصول منها قصير وطويل الاجل الخصوم برضو ممكن تحمل نفس التصنيف يعني هي برضو قصيرة الاجل او طويلة الاجل يبقى الفيصل هنا بقى رعا عن ايه بقى؟ انت مطالب حضرتك انك ترجع الديون دي امتى؟ لو انت والله مطالب انك ترجعها في الاجل القصير تمام؟ يبقى انت اكيد كده بتتكلم على خصوم قصيرة الاجل مثلا خلال شهرين اربع شهور عشر شهور اقصى حاجة عندك كان اتناشر شهر اللي هي الساعة انما لو انت واخد كارد مثلا الكارد ده طويل الاجل يعني مثلا يرجع بعد اربع خمس سنين يرجع بعد عشر سنين يبقى انت كده بتتكلم على خصوم طويلة الاجل يبقى الخصوم هي المديونية اللي على الشركة طيب افرت الوقت ان انت مش سالف لأ انت جبت من فلوس الملاك فلوس الملاك دي اللي هي بقى اسمها حقوق الملكية او اللي هي اسمها الاكوتي يعني ايه حقوق الملكية؟ يعني رأس المال الشركة تمام؟ اللي هي الاسهام او المساهمة اللي كل موالك من الملاك الشركة ساهم فيها عند التأسيس وكمان بتخش معي حاجة اسمها الارباح المحتجزة اللي انت مسلا كل سنة بتكسب فبتوزع جزء على الملاك والنجل عبيه خالص بس فيه جزء كده بيفضل عندك اللي هو اسمه الارباح المحتجزة يعني يعني بيفضل عندك يعني بتحوشه وبتشيله علشان مسلا تتوسع في المستقبل علشان مسلا بتشيل حاجة للمستقبل على الشركة بتشيل حاجة للزمن وهكذا يعني معنى كده اقدر هنا السنتج ايه؟ اننا لما بتكلم على السسمار فبتكلم على الاصول لما بتكلم على التمويل او ازاي ما ويلت يبقى انا اغلب اتكلم يما خصوم يما حقوق ملكية يعني معنى كده الوقت كده منطقة بساطة اقدر السنتج منطقة البساطة معادلة بتقول لي هنا ايه اسمها المعدلة المحاسبية ها ان الاصول تساوي الخصوم زائد حق ملكي يعني ايه؟ يعني الاصول دي الحاجة اللي عندك يساوي انت بقى مولتها ازاي؟ مولت من الخصوم؟ يعني استرفت ولا جبت من فلوس الملاك؟ فلو هتبصكها تحت هنا معايا هتلاقي ان ده بيبسطك الفكرة هنا منطقة ببساطة انت عندك اصول وعندك خصوم وعندك حق ملكية ايه العلاقة اللي بينهم؟ ها ان الخصوم زائد حق ملكية يساوي ايه؟ يساوي الاصول يبقى الاصول لو الجنب اليمين ده فيه خمسة الجنب الشمال ده ممكن يبقى ثلاثة فوق واثنين تحت يبقى خمسة ساوي خمسة يعني خمسة انت عندك حاجات بخمسة مليون الجنب اللي على الشمال الخصوم بتلاثة يعني ايه؟ يعني استرفت منهم تلاثة استرفت من الخمسة تلاثة يبقى اكيد جبت الاثنين من اين طبعا؟ طبعا اكيد جبت الاثنين من حقوق ملكية يعني اللي هي من اموال الملاك او المساهمين بتاع الشركة لو راحنا بقى ليه التعريف بتاع التمويل اللي هو الفاينانس يعني ايه فاينانس هو باختصار هو عملية ادارة الاموال يعني ايه بندير الاموال؟ يعني بندير جميع الانشطة اللي بترتب عليها يعمى دفع اموال يعمى الحصول على اموال يعني كاش اين وكاش اوتفلو يعني فيه فلوس بتجيلي يعمى فيه فلوس بتفعها ادارة الاموال دي عمليها خطيرة جدا لما بترتب عليها ان انت مكمل في البيزنس ده ولا حتوقت دنيا وتفلس وبالتالي خطر جدا ان انت تتولى ادارة الاموال دي وانت مش فاهم انت بتعمل ايه؟ ليه؟ لان الانشطة المتعلقة بالاموال انشطة كبيرة جدا يعني مثلا اول حاجة فيها اللي هي الاستثمار تمام؟ بالمنطق كده استثمار يعني ايه؟ انا بروح هشتري حاجات عشان الحاجات دي اطلع بيها منتج معين او اطلع بيها خدمة معينة فمحتاج مباني محتاج اراضي محتاج كومبيوترز محتاج محتاج ماشينز محتاج ومحتاج ومحتاج يبقى انت هنا كده الاستثمار ده بيسمع في ايه مصطلح بقى من اللي فات اكيد بيسمع في جنب الاصول يبقى استثمار طبعا اكيد بيسمع في الحتة بتاعت الاصول اللي احنا كايمنا عليها من شوية طيب مش بس انشطة استثمار انشطة التمويل احنا بنجيب فلوس منين؟ اكيد بنجيب فلوس يا اما بنجيب من الخصوم يا اما بنجيب من حقوق الملكية يعني اما بس تلف صح؟ اللي هي الديون يعني الاقتراض يا اما بعمل ملكية يعني حقوق الملكية يبقى اكيد التمويل ده بيركز على ايه؟ اكيد بيركز على الجانب التاني الله يبقى كأن قدرت الاموال دي هي بتدير ايه بالزبط؟ بتدير يا فندم الاصول وبتدير الخصوم وبتدير حقوق الملكية بتديرها يعني ايه؟ بتزبطها بتزبطها بعلم بكواعد مهنية بسكيلز معينة بمهارة معينة عشان تضمن ايه في الاخر؟ عشان تضمن ان الشركة يحصل لها growth في المستقبل يحصل لها growth في المستقبل مش يحصل لها افلاس وبانكرابسي طيب بتزبطها بقى ازاي؟ في انت اكيد بتاخد decisions او بتاخد قرارات طب الناس الشرافة في التمويل او الناس بشتغلوا في الشركات دول في جزء او في ادارة الاموال او في ادارة التمويل ايه القرارات اللي هو بياخدوها؟ الحقيقة بياخدوا ثلاث انواع من القرارات اول حاجة قرارات استثمار وطبعا دي اكيد بتسمع في الاصول اوكي؟ يعني دي اللي بيديلي الانشطة الاستثمارية لفوق اتنين اكيد كده طبعا واحنا مغمضين بياخدوا قرارات تمويل ان احنا هنجيب فلوس منين يبقى اول قرار ده هنستسم الكام وفين وتاني قرار طبعا احنا هنجيب فلوس منين طب انا كده لو عاد تفكر او لو عاد تركز في الاستثمارات والتمويل يبقى انا كده ببص على مستقبل قوي يبقى انا كده نسيت تحت رجلية قالك لأ وانت بتديلي الاموال يبقى انت زي ما بتركز على استثمار طويل الاجل زي ما بتركز على التمويل طويل الاجل انت بتركز على القرارات التشغيلية بقى الحاجات اللي يتماشيلك الشركة النهاردة وبكرة والاسبوع الجاية وهكذا يبقى مقصوب بقى كده يبقى التمويل ده كده منتقى ببساطة مقصوب بي ايه كده حضرتك؟ مقصوب بي ان ان انا باخد تلات انواع من القرارات القرارات دول لو اتاخدوا صح إيبا أنا كده عملت إيه؟ عملت إدارة جيدة ورشيدة للأموال في الشركة يعني ضمنت إن الشركة هيحصل لها نمو وتوسعها في المستقبل مش هتفلس طبعا أو يحصل لها تعثر مالي طيب هل التمويل ده متعلق بس بالشركات؟ لو نرجع لأي كتاب تمويله لك لا والله التمويل ده ليه كذا مستوى المستوى الأول هو التمويل الشخصي يعني الشخصي يعني بيتكلم عن مستوى للشخص الواحد إحنا كلنا يا حضرتك وأنا وكلنا كده بندير أكيد استثماراتنا وبندير أكيد تمويلنا على المستوى الفردي أوكي؟ يعني أنت بتاخد مجموعة قرارات استثمارية إنك مثلا تتحوش بسا فلوس في البنك بتاخد قرارات تمويلية إن أنت مثلا بتاخد قرار للبنك أو بتحوش أو بتعمل أرباح محتاجة مع نفسك وأكيد بتاخد قرارات تشغيلية يعني بتماشي يومك وبتريسي في مصاريفك وإراداتك وأكذا فممكن هنا في التمويل الشخصي ده أنت بتاخد المفاهيم بتاع التمويل بس تتطبقه على المستوى الشخصي بتاعك أنت رقم اتنين عندك حاجة اسمها التمويل للمؤسسي اللي هو بيسمونه institutional أو بعض الأحيان بيسمون corporate اللي هو التمويل في الشركات طبعا وده اللي أنا بحكي عليه أصلا من أول مخاضرة حتى الآن في بقى ليفل أخطر تاني اسمه التمويل العام أو الحكومي أو اللي إحنا في الكلية عندنا بيسميها مالية عامة مالية عامة يعني إيه؟ يعني زي ما الشخص بيطبق المبادئ أو القواعد بتاعت التمويل وزي ما الشركات بتطبقها الحكومة بتطبقها طبعا في شكل إرادات الدولة مصرفات الدولة والدولة طبعا بتاخد قرارات استثمارات عامة وتمويل عام وأكذا ولكن طبعا في زل طبعا هذا مضيول يعني إحنا طبعا بنركز بس على إيه؟ بنركز بس على التمويل إيه طبعا التمويل المؤسسي أو التمويل داخل الشركات نو رحنا للموضوع التاني هو لماذا يحتاج المشروع إلى تمويل يعني توقتي أنا عندي مشروع مشروع صغير وأنا رائد أعمال عايزة لده مشروعي فإنت محتاج تمويل في إيه كده منطقة ببساطة هل بعض الناس معتقدة إن المشروع بيحتاج لتمويل مرة واحدة بس في بلتالي حياته وده اعتقد خطأ تماما لأن الحقيقة طول من أنت المشروع ده رانينج يعني شغال يعني موجود فإنت الحقيقة محتاج تمويل فبالتالي توقتي حنبص جاتلوقتي نشوف حنفاجأ إن فيه استغرامات مختلفة جدا للتمويل على مدار عمر المشروع وعلى مدار التطورات اللي هو بيبر فيها مؤكد إننا محتاج تمويل في بداية تأسيس المشروع أكيد طبعا أنت محتاج مكان ومحتاج مكان ومحتاج آلات ومحتاج 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 فأكيد طبعا أنت هنا محتاج تمويل رقم اتنين طيب بعد ما بدأت المشروع بتاعك واستقررت شوية فجات لك فرصة إنك تعمل توسعات في الطاقة الانتجية بتاعتك إنت مثلا عندك مصنع عندك مكانة واحدة عندك ماشين واحدة الماشين مثلا بيتطلع لك في السنة أو في الشهر مثلا عشرة تلاف وحدة فإنت ربنا لازقك والطلب على المنتج بتاعك زاد فقررت إن أنت تزود الطاقة الانتجية بتاعتك عشان تنتج عشرين ألف وحدة طب حجي بمكانة تانية منين أكيد أنت محتاج تمويل أكيد محتاج محتاج فلوس فطبعا هنا طبعا بيجي دور إيه بقى دور القرار بتاع التمويل رقم تلاتة طب تلاتي نفطاد إنت محتاج إنك تقدم منتج جديد إنت مثلا قلت حبدأ بمنتج واحد فالمنتج نجح جدا في السوق فقلت إنت عايز تستغل السمعة الجيدة اللي إنت عملتها عند العملاء بتوعك وعايز تقدم منتج جديد يعني محتاج تصمم منتج جديد محتاج تخطط لمنتج جديد محتاج تختبر المنتج الجديد محتاج فلوس عشان إيه طبعا عشان تنتج المنتج الجديد فأكيد طبعا هنا إنت محتاج تمويل مش بس منتج جديد إنت ممكن بنفس المنتج تخش أسواق جديدة يعني مثلا إنت بتصدر أو بتنتج لسكندرية عندك مشروع في اسكندرية فوالله لقيت طبعا عايز أخش مثلا لقاهرة زي مثلا سوافل مثلا سوافل بدأ في اسكندرية تمام طب تلوقتي هو حبي يروح القاهرة وحبي ينتشر في المدر الرأسية في مصر فأكيد محتاج تمويل تمام ممكن في بعض الأحيان أنت محتاج تمويل عشان تستحوز على شركة أخرى اللي هو بيسموها تيك أوفر يعني تستحوز على شركة أخرى يعني عندك فرصة مثلا زي مثلا يعني كريم وقوبر كرة لما قوبر قلت لك أنا عايز رشتري كريم فبالتالي هي بتستحوز على كريم تمام طب فطبعا أكيد طبعا محتاج تدفع فلوس لأصحاب كريم علشان أن هم يسيبوا لها الشركة وملكية بتاعتها تنتقل فإذا برضو أنت هنا أكيد محتاج فلوس محتاج تمويل عشان في حيات لو خدت قرار أنك تستحوز على شركة أخرى مش بس كده كمان انت عايز تكبر عايز يعني عايز يعني عايز يعني تشعر بنمو فإنت محتاج أنك تروح لمقرة أكبر الأول مسلا كنت مأجر شقة مسلا في عمارة بعد كده عايز تاخد دور بعد كده عايز اخد العمارة كلها بعد كده عايز تبني مسلا مقر ليك بعد كده عايز تكبر المقر وهكذا فكل شكل من الأشكال التوسع ده أكيد بمحتاج تمويل المعين وكمان أكيد محتاج تدفع مستحقات مالية يومية أنت أكيد محتاج فلوس عشان تدفع مرتبات الناس والعمالة والخمات والأجور والمصاريف اليومية والمرافق والمنافع والمية وكاربا أكيد طبعا في أنت محتاج تمويل ففي الآخر طبعا هنا أنت هنا محتاج أنك تحصل على مصاري التمويل عشان حتى لو أنت في أول المشروع أو عشان تمره التوسعات أو عشان تقدم منتجات جديدة رايح على نفس السوق أو تروح أسواق جديدة من نفس المنتجات أو تتسحز على شركة أخرى أو تروح للمقرة أكبر أو أنك تدفع مستحقات يومية مش بس كده كمان نروح بقى للجنب التاني وحقول لك تلوقتي ليه أنا فصلت ده عندها الحاجة اللي على الشمال اسمها تحديد الاحتاجات التمويلية هنا بقى أنت لازم تبقى فاهم تمويل علشان تعرف تاخد القرارة مزبوط يعني ماشي أنت في بداية المشروع محتاج تمويل تمام أو أنت عندك توسع في أنت محتاج تمويل أو عايز تقدم منتج جديد في محتاج تمويل الجنب بقى الشمال ده هنا بيقول لك إيه طب أنت محتاجت ده إيه يعني إزاي تحرد لحاجات التمويلية يبقى أنت في الجزء الشمال ده أنت مش محتاج تمويل كفلوس أنت محتاج تفهم التمويل ده بشتغل إزاي عشان تقدر تحصل ده بشكل إيه بشكل مزبوط إيه هي احتاجات التمويلية مش بس كده كمان أنك بتختارب بديل التمويل المناسب يعني ما طلوقتي أنت لو أنت محتاج فلوس قلت مسلا سيه مسلا في الرقم واحد دي قلت أنا محتاج مئة ألف جنيه طب أنت حجيبهم منين قال لك والله ممكن تروح تاخد كارد من البنك أو ممكن تاخد من فلوس الملاك طب طلوقتي القرار بقى المناسب ده ساعته يكون عمل إزاي يعني أنه أفضل البنك أفضل ولا ملاك أفضل ده طبعا ده علم جبير جدا وحسابات كبيرة جدا عشان تعرف إزاي يختار البديل المناسب لأن البديل المناسب ده مش مطلق ده في بعض الظروف ممكن يبقى القرار أفضل وفي بعض الظروف ممكن يبقى أموال الملاك أفضل تمام؟ مش بس كده كمان أنك بتحدد أو بتقدر تعرف توقيت توفير الأموال يعني الأموال دي أوفرها إمتى؟ هل في أول السنة؟ هل شهر ربعة؟ هل شهر خمسة؟ هل شهر تسعة؟ وبالتالي فيه هنا موضوع في آخر الوحدة هنا اسمه الموازنة النقدية التقديرية اللي بتقولك بقى أنت كل شهر أو كل سنة محتاجة ده إيه فلوس؟ تمام؟ عشان تقدر التام حسابك على المنت الوقتي ففكرة مش بس إن أنا بحرد ده محتاج كام في الرقم واحد ولا أمواله إزاي برقم اثنين؟ لا لكمان برضو بتعرف أنا بوصله إمتى؟ مش بس كده كمان أنا دراستي التمويل ده بتخليني أفهم تكلفة الأموال اللي هي بيسموها الكوستوف كابيتل يعني تكلفة الأموال لما أنا باخد فلوس من البنك أنا بدفع لها كم في المية لما باخد من فلوس الملاك فأنا بدفع لها كم في المية أرباح كل سنة كل دي من نسبة تكلفة تمام؟ فطبعا التمويل بيساعدك إنك تحسب التكلفة بالزبط كم وكمان بتعرف المخاطر اللي عندك لو أنت روح تخذت كارد للبنك إيه المشاكل الممكن توجهها لو أنت ما دفعتش لو أنت تعصرت لو أنت روح تخذت مثلا من فلوس الملاك في إيه برضو المخاطر أو المشاكل أنت هتواجهها وهكذا وبالتالي بقت الوقت إحنا كده ممكن نعمل حاجة الجزء العلمين ده هو بيقولك أنت محتاج التمويل في إيه الجزء على الشمال بيقولك طب إيه بقى فوائد ومنافع دراسة علم التمويل فإنت حياك رايد أعمال لازم تبقى فاهم كويس جدا 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 التمويل ده أنا بدرسه ليه بدرسه عشان دي حاجة مهمة جدا من نسبالك بل بالعكس إنت لو رايد أعمال وعندك المالي ده أعتقد أن انت حيبقى وضعك أحسن طبعا كتير جدا 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 طبعا لو جبت حد إن هو يمشي لك الموضوع ده يمكن طبعا دي كده العنوان الأول والعنوان الثاني وأنا النهاردة هكتفي بهذا القدر عشان برده تبقى الموضوعات مطلطة مع نفسها وبإذن الله كده برده المخاطرة الجاية هناخد مع بعض يعني إيه قواني مالية بالتفصيل مرسي جدا وشكرا لكم ثالثا القواني المالي أو الفينانشال ستيتنت لو قلنا كده يعني إيه قواني مالية؟ ممنطقة ببساطة كده هي عبارة عن سجلات مكتوبة يعني إيه مكتوبة؟ يعني متوثقة يعني القايمة طبعا مالية طبعا دي هي حاجة مكتوبة مش حاجة شفوية طيب لو بقى خدنا السجلات دي مكتوب فيها إيه بالزبط؟ هي بتوضح يعني أنشطة الأعمال أو بتوضح البيزنس اكتيبيتز وبتوضح كمان الأداء المالي للشركة يعني الفينانشال بيفورمانس وبالتالي هي كل وظيفتها أن هي بتوضح إيه طبعا بتوضح الأداء المالي بتوضح إيه اللي حصل في الشركة بمعنى آخر هي عبارة عن تقارير مختصرة مختصرة يعني دايما بتركز على الإجماليات بتوضح حاجتين بتوضح الشركة إزاي حصلت على الأموال وإزاي استغربتها يبقى كده منتهى البساطة أنا لما أقولي القايمة المالية هي عبارة عن سجلات واحد رقم اتنين عبارة عن حاجات مكتوبة رقم ثلاثة عبارة عن حاجات مختصرة رقم أربعة طبعا هي بتتكلم عن الأداء المالي وبتتكلم عن الأنشرة المالية طبعا وبالتالي هي بتفوكس بس أو بتتكلم بس ترقييه طبعا على الأداء المالي والأنشرة المالية اللي حصلت في الشركة خلال الفترة مثلا ممكن تبقى سنة ممكن تبقى ستة الشروعة كسا طيب لما نتكلم تلوقتي على أنواع القوام المالية الحقيقة هو فيه أنواع منها كتيرة يعني فيه أنواع متعددة ولكن لأغراض طبعا التبسيط والأغراض الواحدة الحالية والأغراض طبيعة المقرر الحالي احنا بس يهمنا هنا ان احنا نعرف أربع أنواع لقوام المالية فيه اتنين دول مفهمش فصال يعني مفهمش فصال يعني دول موجودين في أي شركة في العالم حاجة اسمها الميزانية العمومية وحاجة اسمها قائمة الدخل دول مفيش شركة في العالم أو مفيش محاسب في العالم حيقدر يطلع لك القوام المالية من غير الحاجتين دول بعض بقى الشركات أو بالذات الشركات الكبيرة يهمها جدا تعرف حاجة اسمها قائمة الأرباح المحتجزة وطبعا فيه برضو حاجة برضو اسمها برضو قائمة الترافقات النقدية دول طبعا الأرباح حاجات المهمين جدا في الواحد عندنا النهاردة يبقى انت كده مفروض طبعا انت كرايد أعمال أو كصاحب مشروع أنا مش مفروض انك تعرف حاليا في المرحلة الحالية ازاي بتعمل قائمة مالية يعني how to prepare you ده شغل فني محتاج منك انك تعين عندك محاسب بكل تأكيد ولكن انت بما انك صاحب المشروع أو مدير في المشروع أو واحد يعني بتتخذ قرارات في المشروع فانت لازم تعرف how to read financial statements ازاي تقراها لانك القرية بتاعتك لل financial statements دي او للقوامة المالية دي بتساعدك كتير في انك تحاول تفهم مواقف الشركة بالنسبة لك المالي وصل لفين بالذات هل هو مواقف ايجابي ولا هل هو مواقف سلبي هل انت رايح في اتجاه النمو والجروث في المستقبل ولا انت رايح في اتجاه الافلاس فبالتالي مهم جدا احنا ممكن نعذرك مسلا لو انت خارج هندسة لو انت خارج زراعة لو انت مسلا خارج طب لو خارج مسلا اداب اي تخصص تاني غير التخصص بتاع المحاسبة ممكن نعذرك طبعا انك مش مطالب انك تعرف ازاي القائمة دي بتتعامل انما ما ينفعش وتب انت مسؤول في الشركة من الشركات حتى باختلاف التخصص حتى بتاعك وتبقى مش عارف هاو تريد الفينانشال استيتمتز يعني ازاي تقراها وازاي تفسرها وازاي تبصرها بصة كده تعرف عطول انت الشركة رايح في اتجاه بالزبط فتاللوات كده هنحاول كده في كل حاجة من الاربعة طبعا دول احنا نفهم معناها ايه ووظيفتها ايه وكمان الشكل العام بتاعها ايه بالزبط رقم واحد الحقيقة النهاردة هو الميزانية العامية او البالانس شيت دي من اهم القوام المالية اللي لا يمكن الاستغناء عنها اطلاقا في اي تقرير مالي منشور او حتى غير منشور اي مدير شركة او اي مدير مشروع او اي صاحب مشروع لازم يبص طبعا يعني ايه قوام يعني ايه ميزانية العامية طيب بتوضح ايه كده منتقى بساطة هي بتوضح المركز المالي للشركة او الفينانشال بوزيشن بس مش بشكل مطلق هي بتوضحه في نهاية السنة المالية يعني في اخر الفترة المالية او في اخر السنة المالية طيب هي السنة المالية العرفة في العالم على مستوى البيزنس ارجانزيشنز بيقول تلوقتي السنة المالية دي مفتو تنتهي امتا هي في مدرستين في مدرسة بتقول او في بعض الدول نظامها المالي بيقول ان السنة المالية تنتهي يوم 30 يونيو يعني 26 وفي بعض الدول بتطبق السنة المالية اللي دي العادية ان السنة المالية بتبدأ من واحد واحد وتنتهي 31 ديسمبر في الاخر سواء انت عندك السيسم ده او عندك السيسم ده في الاخر المزينة العامية بتوضح ايه بتوضح المركز المالي للشركة في نهاية السنة المالية طيب يبقى هي هنا مش بتتكلم عن فترة معينة هي بتتكلم من ساعة انشاء الشركة حتى الان فكأنها بالضبط كيف تديك صورة للوضع الحالي بالضبط عامل ازاي طيب لو بعد دخلنا جوا ايه من زينية عامية هتوضح لك حاجة واحدة بس ايه هو موقف الاستثمارات الخاصة بالشركة عندها استثمارات قد ايه رقم واحدة هي والحاجة التانية الشركة مولت الاستثمارات دي ازاي يعني جابت الفلوس دي منين ولما اقول لك جابت الفلوس دي منين افتكر دايما المعدلة الاصلية بتاعتنا ان المصادر الاموال عبارة عن مصدرين هو عبارة عن الديون ان انا بستلف من ناس اخرين او باخد من فلوس الملاك وبالتالي هنا طالما المزامة العامية بتوضح لك موقف الاستثمارات وموقف التمويل اذا هي اكيد بتطبق المعدلة بتاعت الاصول بتساوي الخصوم زي طبعا حق الملكية طيب موقف الاستثمارات طبعا ده اكيد هو جانب الاصول يبقى هنا كده بالنسبة للاستثمارات طبعا ده عبارة عن ايه استثمار ده عبارة عن الاصول لكده ديت طبعا واكيد طبعا التمويل طبعا عبارة ايه التمويل عبارة عن الخصوم وطبعا ويحق ملكية طيب لو روحنا بقى نشوف الشكل العام للميزانين العامية طبعا اشكالها بتختلف في بعض الناس بتعملها بسيستم معين البعض التاني برضو برضو بعملها بسيستم معين البنود طبعا اللي جوه برضو بتختلف من الشركة التانية ولكن بشكل عام كده احنا ممكن توقتي نعرض نموذج مبسط للميزانين العامية ده كده شكل النموذج بتاعمل زين وعومية. مؤكد طبعاً هتلاقيه هنا عبرى عن جنبين. الجنب اليمين والجنب الشمالي. الجنب الآيمن والجنب الايصر. طيب. جنب اليمين هو جنب الاستثمارات او جنب الاصول اللي هو الجنب دوت. نحو؟ انا هنا بيوضح لي هنا ايه? بيوضح لي استثمارات الشركة بشكل كامل. طبعاً اكيد طبعاً الجنب الشمالي اللي هو جنب الخصوم وحف الملكية بيوضح ليه بمنطقة ببساطة كده بيوضح لك مصادر التمويل او بيوضح لك الشركة جابت فلوسها منين. لو دخلنا بقى كده جوه جانب الاصول هتلاقي ان هنا عندك نوعين من انواع الاصول. في عندي حاجة اسمها الاصول المتدولة ليدية. وان الحاجة اسمها الاصول السبت. من اسمها كده في عندي اصول متدولة واصول سبتة. هي نفسها بالزبط الفرق ما بين الاصول قصرة الاجل والاصول طولة الاجل. بمعنى ان الاصول المتدولة هي الاصول قصرة الاجل. يعني ايه قصرة الاجل يعني الاصول اللي عمرها قصير. يعني ايه عمرها قصير? يعني الاصول دي انا بشتريها او ان انا بستثمر فيها علشان احاولها الكاش بسرعة. في فترة لا تزيد عن سنة واحدة فقط. دي بسهل زي ايه? زي النائدية زي فلوس ologne اللي عندك في البنك كاش ماني او حتى فلوس اللي عندك في الشركة في الخزنة. زي العملاء والزمم. يعني يعني ايه عملاء زمام. يعني كده منتهى ببساطة حالك باعة بضاعة او باعة منتجات معينة للعملة بتوعك. بس العملة لسه ما سددوش التمم بتاعها. يعني اللي هي البيع بالاقتماء او بيع بالتأسيد. زي المخزون. يعني طبعا مخزون اللي هو الانفنتوري. يعني اللي هو القيمة الحاجات اللي عندك في المخزن. سواء كانت مادة او منتجات ايه منتجة الصنع. وبالتالي دي الحاجات اللي انت لسه حتى الان فشلت انك اتباعه هو هكذا. يبقى كده معنا كده لوصول متداولة يعني انوصول استوى اللي الاجل هيover عن النقدية والعملاء والمخزون. يعني مثلا. نقدية عشرين الف جنيه فانى عندي سيولة في ايدي كوميتها عشرين الف جنيه. لو عملاء زمل Jahren م체적ند مربعين الف جنيه. يبقى انا باعت منتجات للعملة بتوعي بربعين الف جنيه وليسه ما سددوش تمامها. مخزون بربعين الف جنيه. يبقى انا عندي في المخازن عندي في الوير هاوس ازا عندي في المخازن في الشركة منتجات سواء مادة خيء او منتجات يتمت الصنع لسه لم يتم تسويقها بعد. يا معنى كده لو النقرية عندي عشرين والعمل عندي اربعين والموزون عندي اربعين يبقى كده عندي اجمالي اصول متدورة كام مئة الف جنيه. يعني ايه بقى كده مئة الف جنيه? يعني كأني بالزبط عملت استثمارات قاسرة الاجل قومتها مئة الف جنيه. يبقى استثمارت في حاجات عمراء اصغر كام مئة الف جنيه. طيب نروح بقى كده مع بعض للليه الاصول السابتة او الاصول اللي هي طويلت الاجل. اللي هيا بسموها يعني اصول سابتة كده منطقة بساطة هي اصول انتاجية. يعني ايه انتاجية? يعني دي الاصول اللي انا باستخدمها لانتاج المنتجات بتاعتي. يعني انا باشتريها مش بنية البيع ولا بنية تحولها لكاش. ولكن هي بنية ايه؟ بنية استخدامها في انتاج المنتجات بتاعتي ممكن بس 뽑ا في انتاج المنتجات في نقل المنتجات في تغزين المنتجات وكذا. من الآخر هي حاجات بتصب بشكل مباشر في عملية انتاج المنتج. زي السيارات طبعا المستناخ باني بها المنتج بتاعي. زي الآلات. طبعا المنتج بها المنتج ومن يribleها اخلبي وكده وزي طبعا الحاسبات والمالية طبعا لبس thirteen بردو في في تسهيل بردو الاعمال بتاعتي داخل الشركة. في الآخر كل دول كده عبارة عن إجمال أصول ثابتة ممكن طبعا يخش فيها مثلا زي المباني زي الأراضي أي حاجة أو أي سلعة معمرة أنا بشتريها بنية الاحتفاظ وليس بنية البيع يعني مثلا لو السيارات مثلا مئة ألف جنيه لو الآلات مثلا متين ألف جنيه لو الكمبيوتر هنا عندي مئة ألف جنيه يبقى أنا كده عندي إجمال أصول ثابتة ربعمية ألف جنيه يعني إيه الرقم ده؟ يعني أنا كإني عملت السيارات طويلة الأجل قمتها ربعمية ألف جنيه طيب يعني معنى كده أنت هنا عندك مئة ألف جنيه عبارة عن أصول متدولة سيتم تحولها النائدية في الأجل القصير يعني خلال السنة بالكتير وعندك السيارات طويلة الأجل كان طبعا ربعمية ألف جنيه يبقى أنت أكيد كده من ساعة تأسيس الشركة حتى الآن أنت مستثمر كم؟ مستثمر كده منطقة بلطاتها خمسمائة ألف جنيه يبقى أنت كده عندك مجموع استثمار قدره كام؟ خمسمائة ألف جنيه آدي كده الجانب بتاع الأصول طبعا اللي هو الطرف الأيمن من المعادلة أو الطرف الأيمن من الميزانين العامية طيب يبقى حتى الآن كده نقدر نفهم منطقة ببساطة أن الشركة عندها إجمالي استثمارات عندها total investments بخمسمائة ألف جنيه نروح بقى للسائد الثاني أو نروح للجنب الثاني عشان نعرف ونفهم كواس جدا إحنا جبنا فلوس بقى لي منين وبالتالي لازم أبص على جانب الخصوم محقب الكية عشان أفهم كواس جدا عن مصادر تمويل خمسمائة ألف جنيه دول أصلا جملين بنفس القصة برضو الجانب الثاني طبعا فيه خصوم والخصوم نعيم فيه خصوم متدولة لايديت تمام؟ طبعا وفيه خصوم برضو طاولة الأجل طبعا مجموح ما هو عبارة عن إجمال الخصوم يعني إيه خصوم متدولة؟ يعني حاجات أنا استلفتها والمفروض ترجع في الأجل القصير يعني ترجع السنادي يعني خصوم قصيرة الأجل يعني إنت استلفت حاجات من نص الحاجات دي ممكن تبقى فلوس أو ممكن تبقى منتجات وممكن تبقى أبضاع خمات وهكذا في الآخر إنت استلفتها يعني اشتريتها على الحساب بس لسه ما سدتهاش زي مثلا الموردون يعني إيه موردون؟ يعني إنت رحت لمورد بتاعك سحبت منه خمات معينة الخمات دي أنت خدتها بس لسه لسه هتفحها لتر قل يعني هتفحها لسه في المستقبل أو ممكن تروح رحت مثلا البنك خدت كارد قصير أجل يعني كارد قصير أجل يعني كارد عمره أقل من سنة يعني ممكن ممكن يبقى شهري ممكن يبقى شهر ممكن يبقى أربع شهور ستة تسعة تناشر بالكتير أو ممكن تبقى عندك أوراق دافئة يعني طبعا يعني أوراق دافئة يعني كمبيلات بقى والشركات وأكذا يعني أنت ماضي عن عسل كمبيلات أو أوراق دافئة معينة الأوراق دي مفروض يتم استفاقة يبتى خلال هذه برضو السنة وبالتالي مثلا ممكن مثلا لو عندك موردين تلاتين ألف جنيه وعندك وسالف من البنك الكارد قصير أجل بخمسين ألف جنيه وماضي كمبيلات مثلا بعشين ألف جنيه يبقى أنت كده اتصرفت في كامل السنة من خلال المديونية كسرط الأجل اتصرفت في مئة ألف جنيه معنى كده يبقى أنا سالف في الأجل القصير مئة ألف جنيه يعني أنا مطالب بسراد السنة دي في هذا العام كان مئة ألف جنيه السنة دي طيب ممكن طبعا تبقى أخذ كارد من البنك بس كارد طويل أجل يعني طبعا طويل أجل يعني كارد يتم سراده بعد فتر أكثر من سنة ممكن تبقى سنتين تلاتة أربعة خمسة عشر خمسة عشر عشرين حسب الاتفاق اللي بيناكون للبنك يعني مثلا ممكن يكون القرر ده مئتين ألف جنيه يعني مئتين ألف جنيه يعني أنا علي فلوس للبنك بس البنك مش حيطالبني مئة الوقتي حيطالبني بيها إمتى ابتداء من السنة الجاية كام مئتين ألف جنيه يعني طبعا حاجة مش حاجة إرجنت أو السنة دي طيب يا معكات الوقتي لو أنا سالف في الأجل القصير مئة ألف جنيه وسالف في الأجل الطويل مئتين ألف جنيه يبقى انا كده عليه مديونية كام? بالزبط طبعا كده طبعا كام? من 300 الف جنيه. يبقى انا كده من 500 الف جنيه دول مولت من نوم كام? مولت 300 الف طبعا جنيه منين طبعا من خلال المديونية. سواء طبعا المديونية قصدت الاجل او حتى طولت الاجل. طيب يبقى انت جبت 500 من نوم 300 من الديون طبعا يبقى اكيد الميتين جبتهم من اين? من حق ملكية. وبرضو بقرر تاني الكلام ده يعني ايه حق ملكية? يعني الفلوس بتاعة او فلوس الملك. وحق الملكية الحقيقة دي بتبقى حاجة باتنين. يما رأس المال? مسلا سيه مسلا رأس المال هنا عندك 150 الف جنيه. يعني 150 الف جنيه. يعني اصحاب المشروع لما انشاؤوا المشروع ضخوا فلوس كام? 150 الف جنيه. او ممكن تبقى ارباح محتجزة? يعني طبعا ارباح محتجزة يعني اللي هي يعني انت كل سنة بتكسب مكسب معين فبتاخد جزء من مكسب ده بتشيله علشان المستقبل او بتشيله علشان مسلا تتوسع في المستقبل. في الاخر مسلا سيه مسلا لو ان عندك 50 الف جنيه يبقى انت كده نجحت انك تحوش او او تستقطع من ارباحك كام 50 الف جنيه عشان تعمل لها او عشان تعمل لها اه يعني تكبر حجم الشركة في المستقبل. في الاخر انت عندك حق بالكية كام 200 الف جنيه? يعني الملك سهم كام? بمتين الف جنيه? وطبعا يبقى انت اكيد برضو كده ووفرت كام? ووفرت برضو برضو المبلغ السجناني اللي هو كامت خمسمائة الف جنيه. يبقى انت كده في الجانب الشمال ده. انت بتوضح انت جبت الفلوس منين. طيب. لما بقتي جيت ارى مزينة عمالة هنا بتاعتك كده. حد اتقارك القاتي. لو حتبص على الجنب اليمين انا عندي استثمارات اجمالية خمسمائة الف جنيه. مفيش مشكلة خالص. ليه ايه طبعا? اللي هي ديت. ليه ديت. تم كده? منهم مية استثمارات خلصة الاجل. ربهمية طويلة الاجل ماشي. مولت بقى خمسمائة دول ازاي? مولت مية من ديون ك lindoسمة الاجل. مولت متين من ديون طويلة الاجل. وبالتالي انت استرفت التوتال 500 ألف جنيه. وضبعا كان برضه. طبعا 200 ألف جنيه من فلوس المولاك. يبقى انت وفرت كان برضه كله. وفرت خمسمائة الف جنيه. وبالتالي ليه الميزانيين العمالية اللي هي سموها بلانز? عشان في الاخر طبعا لازم يبقى مجموعة استثمارات يساوي مجموعة التمويل برضو اللي عندنا وهكذا. نروح بقى كده للقايمة التانية اللي هي قايمة الدخل او الانكم استيتمنت. دي الحقيقة يا قايمة بتعرض لك مواقف الشركة بس خلال فترة محددة. مش بقى من بداية. لا مسلا بتتكلم مسلا عن تقرير مالي عن اخر سنة فقط لاجه. ايه اللي حصل بالزبط في اخر سنة? طيب. يعني ايه قايمة الدخل? يعني انا باخد منها او بعرف منها موقف ايه? موقف الارباح او الخسائل اللي عندي. يعني هل الشركة عامت ارباح السنة دي? ولا عامت خسائل السنة دي? طبعا خلال فترة معينة طبعا غالبا الفترة دي هي سنة واحدة فقط. بعض الناس بتعملنا ممكن على مستوى كل شهر او كل يا ست الشور بس في الاخر هو العرف ان قايمة الدخل هي سنة كاملة. هل انا كسبت ولا خسرت? هل عملت ارباح ولا عملت خسائر? وبالتالي عشان تعرف الارباح او الخسائر لازم تركز على الارادات والمصرفات اللي حصيت لك السنة دي. ليه طبعا? لان المعدة بتقول لك ايه? بتقول لك ان الارباح او الخسائر هي عبارة عن اجمال الارادات ناقص اجمال التكاليف والمصرفات. وبالتالي الحاجة اللي هتجهب لك على الارباح دي جبناها ازاي طبعا? لازم احسب الارادات كلها على بعضها وبعض كده طبعا يكشان منها ايه? يكشان منها المصرفات والتكاليف اللي عندي. طيب لازم بقى كده تلوقتي نعرف مع بعض الارادات دي مكونة من ايه? مصادرها ايه? وكمان التكاليف طبعا مصرفات برضو. عناصرها وبنودها ايه بالزبط. نروح بقى كده مع بعض لعناصر الارادات. يطلق الشركة اراداتها بتيجي منين. فيه اكيد مصادر كتيرة جدا للارادات في الشركة. بس احنا كده ممكن لاغراض التبسيط يعني نقصرها على ثلاث مصادر اساسية. رقم واحد الارادات التشغيلي او الوبريتنج ريفنيو. يعني ايه اراد تشغيلي? يعني اراد اساسي. يعني هو عبارة عن اراد جاي من نشاط اساسي في الشركة. يعني ايه نشاط اساسي? يعني حاجات من الحاجات البيزيكس او الحاجات الاساسية ان الشركة بتعملها. زي مسلا بيع المنتجات. وبتاعت الوقت انا لما بنتج منتج معين والمنتج ده بيتمي بيعه في السوق. ففلوس البيع طبعا دي هيا نفسها تعتبر من ضمن الارادات التشغيلية اللي عندي. يعني مسلا على سبيل المثال. لو قلنا كده ان انت بتنتج منتج معين. المنتج ده باع السنة دي عشرة تلاف واحدة. سعر بيع الواحدة عبارة عن خمسين جنيه. في انت كده اكيد حصل لك ايراد تشغيلي كام عشرة التلاف اللي يعرض الوحدات. في خمسين جنيه طبعا اللي هو سعر بيع. يعني طبعا يعني كده جالك كام ايرادة السنة دي. كام جالك كده خمسمائة الف جنيه. يبقى ده كده عبارة عن ايه? ده عبارة عن ايراد تشغيلي. يعني ناتج او او فلوس داخلت الشركة ناتجة عن ايه? ناتجة عن حاجة اساسية من الحاجات للشركة. ولكن طبعا في بعض الاحيان بتحصل ايرادات غير تشغيلية. او نون اوبريتنج. يعني حاجات مش مرتبطة بنشاط اساسي ولكنها مرتبطة بنشاط ثانوي. يعني حاجة كده على جنب الشركة بتعملها بس مش ده الكور بتاعها. او عملية السسنية حصلت ممكن تحصل ممكن تحصل تاني ممكن ما تحصلش. يعني دي انشطة او حاجات لا ترتبط بالنشاط القصي بتاع الشركة. زي ايه مثلا? زي مثلا انت عندك يفارد الانوال فراحت حطيت وضيع في البنك فجتلك عليه فويت. ده كده احد ايرادات غير تشغيلية. او زي مثلا عندك بيت او عندك مغزن روحت مقجره فجالك عائد ايجار. او زي عندك فائد اموال بردو مرة كمان فروحت كده عملت استثناءات في البورصة فجالك منه عوائد وكذا. في الاخر ايرادات غير تشغيلية بمنطقة البساطة كده يعني حاجات استثنائية يعني حاجات ممكن تتكرر كل سنة ممكن من شارت بردو تتكرر كل سنة وهكذا. يعني مثلا مثال كده لو انت عندك وضيع في البنك 100 الف جنيه وكان ساعتها معدل الفايدة في البنك على الوضاع عبارة عن 15% لابا انت كده اكيد حصل لك ايراد فايدة طبعا كام حجم الوضيع في معدل الفايدة يعني 100 الف جنيه في 15% طبعا سوى عندك كام 15 الف جنيه طبعا ده ايراد غير تشغيلي. يعني ايراد غير تشغيلي? يعني ايراد مش جاي من المصنع بتاعك هو عبارة عن ايراد جاي من ايه? جاي من انشطة ثانوية بالنسبة لك طيب لو هتفرق كده ما بين الإيرادة التشغيلي والإيرادة غيرية التشغيلي هتلاقي رقم واحد دي تحس الإيرادة جاي بتاع بالناس وجاي بالشحن بقى بتاع الآلات والماشينز وهكذا يعني هتحس إنه هو الإيرادة الأصلي بتاع الشركة جاي بمجود كبير فيه إفورت حصل كبير جدا عشان توصل لهذه المرحلة يعني فيه جهود حصلت في التصوير المنتج وجهود حصلت في الإنتاج وجهود حصلت في التسويق وهكذا إنما دائما الإيرادة غيرية تشغيلي ده بيبقى حاجات كده ايه يعني حاجات استثنائية بالتالي يعني حاجات حظك فيها كويس مسلا عندك فلوس حطيتها في البنك عملت وديعة أو روحت عملت استثمارات معاناة أو عندك مسلا مغزن فائد في انت أتجارته وهكذا فتحس إنه هو داخل نضيف كده يعني مفوش جهد كبير أو مفوش عرق الناس برضو شكل كبير جدا وهكذا في بعض الأحيان بقى بتحصل عندي نوع من أنواع الأرباح الرأس المالية أو يعني أرباح رأس المالية يعني مثلا عندك كده بعض الأصول السابتة مثلا عندك عربية عايز تباها عندك مغزن عايز تبيعه عندك حتة أرض عايز تباها عندك مبنى عايز تبيعه عندك ماشين عندك آلة عايز تباعه وكذا في الآخر انت لما بتبايعها الحقيقة أكيد بتبايعها بقيمة سوقية معينة بسعر سوق معين مثلا سيه مثلا بعتاب 10.000 جنيه بعتاب 10.000 جنيه دي يبقى 10.000 جنيه دول عبارة عن إيه عبارة عن سعر السوق أو القيمة السوقية إنما المحاسب بقى عندك في الشركة نتيجة أن دي أحد الأصول السابتة فمسجلها بحاجة اسمها القيمة الدفتري أو القيمة المحاسبية هي متسجلة عنده بالدفاتر بشكل معين كده وفقا لإجراء محاسب معين طبعا ما نجد برضو بي تلوقتي حاجة خالص يعني إنه في الآخر هو عبارة عن إجراء محاسبي معين الإجراء ده ينتج عنده حاجة اسمها القيمة الدفترية طيب لو حصل فرق ما بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية يأما تحصل لك أرباح رأس مالية فاعتبره أحد عناصر إرادات أو يحصل لك خسار رأس مالية فاعتبره أحد مصادر المصرفات يعني مثلا لو قلنا كده إن انت باعت عربية نقل بسعر 100.000 جنيه بدي كده القيمة السوقية بتاعتها بس قيمتها المحاسبية أو قيمتها الدفترية متسجلة عندك في الدفاعة الوفقة للقواعد المحاسبية متعرف عليها بـ 80.000 جنيه يبين انت باعت حاجة بيا بس متسجلة عندك بـ 80 ده طبعا أكيد طبعا كده يبين انت عندك ربح كام ربح 20.000 جنيه ده بيسموه ربح رأس مالية طبعا ده أحد مصادر إرادات بتاعتك لحد ما يعني معنى كده عناصر اللي رأس هنا بالنسبة لك هي عبارة عن 3 عناصر إرادات تشغيلية وغير تشغيلية طبعا وأرباح رأس مالية دي المفروض كده كلها طبعا بتجيب لك إيه طبعا بتجيب لك فلوس بتخش جوه الشرك أو يعني كاش اين فلوه برضو داخل الشرك لو حناله بقت الوقتي عناصر التكاليف والمصرفات بنفس القصة بالضبط زي ما قسمنا الإرادات لتاعت أنواع لتاعت مجموعات برضو حنسامم حنزقسم المصرفات لنفس التاعت مجموعات رقم واحد التكاليف والمصرفات التشغيلية دي أكيد طبعا اللي هي المرتبطة بالأنشطة الرئيسية للشرك زي ما فيه إرادات مرتبطة بالأنشطة الرئيسية للشركة فيه مصرفات وتكاليف مرتبطة بالأنشطة أساسية للشرك اللي هي النشاط التاجي ونشاط التصنيع وهكذا يعني مثلا فيه عندي حاجة اسمها تكلفة البضاء المباعة اللي هي عبارة الخامات والعمالة يعني ايه الكلام ده يعني تلوقتي انت لما بتنتج منتج معين أكيد بتكلف مادة خام عشان أنتج المنتجات دي وأكيد بتكلف عمالة اللي هي اللي بسموها العمالة مباشرة أو اللي هي الأجور اللي هما الناس العمال بتوع المصنع اللي هما بيخضوا باليومية أو بيخضوا بالقطعة دول طبعا أكيد أنا كل المنتج أكتر فأكيد طبعا أنا يكل ما هتكلف خامات أكتر وهتكلف عمالة أكتر يعني مثلا لو أنا أنتجت السنة دي عشر تلاف واحدة من المنتج بتاعي تكلفة الوحدة ممكن سوي 20 جنيه يعني سحب خامات وتكلفة العمالة بتاعتها حول 20 جنيه طبعا يبقى أكيد كده يبقى تكلفة بضعة المباعة بالنسبة لي كام عشر تلاف وعشرين يعني 200 ألف جنيه يبقى أنا كده عندي تكلفة بضعة مباعة كام 200 ألف جنيه لطبعا أكيد مصرفات تشغيلية مش بس كده كمان ده فيه كمان مصرفات البيع والإدارة والمصرفات العامة مصرفات بيع زي عمالات المسر الرجال البيع اللي عندي اللي بيبيعوا المنتج زي مثلا المرتبات بتاعتهم زي الحوافز بتاعتهم وما كذا مصرفات طبعا إدارة هي مصرفات المديرين مصرفات الإداريين مصرفات العامة ليه المصرفات كلها اللي الشركة بتتحملها نتيجة ان هي فتحة الشركة بتاعت مش بس كده كمان فيه كمان حاجة عندي اسمها إهلاك الأصول السابتة أو depreciation يعني إيه الإهلاك ده الحقيقة انت لما بتشتري أي أصل سابت أو لو بتشتري أي حاجة بهدف الاحتفاظ بيها فترة طولة جدا ان طبعا عشان يتحط افتراض كده معين ان انت بيتم يعني أو كميتها كل سنة بتقل فانت هنا بتحسب حاجة اسمها الإهلاك السنوي يعني مثلا لو انت جبت عربية كميتها 20000 جنيه عمرها الافتراضي عبارة عن 5 سنين يبقى انت كده أكده عربية اللي حستطيبها على كم سنة على 5 سنوات طيب لو أسامت 20000 جنيه على 5 سنة حيديك حاجة اسمها مصروف الاهلاك السنوي يعني حيساوي عندك 40000 جنيه يعني ايه بقى كده 40000 جنيه كده منتبسطة دي الـ 40000 جنيه دول عبارة عن ايه ده عبارة عن افتراض انا بحطه كده اوكي كأنه قيمة العربية بتقل كل سنة بـ 40000 جنيه فكأنه بخسر كل سنة 40000 جنيه طبعا فعشان كده باعتبرها من دين المصرفات حتى عفكرة لو لم يترتب عليها دفع اي فلوس مصروف الاهلاك ده عنده ميزة كويسة جدا انه هو انت بتحمل الاهلاك ده عن المصرفات اللي عندك وبالتالي انت بتكبر حاجة المصرفات اللي عندك وبالتالي بتقلل من الدريبة اللي انت بتتفحها للحكومة طبعا ده اجراء مورد ومحاسبي متعرف عليه والحكومة نفسها سامحة برضو كده من خلال مصرح للدريب بتاعته مش بس كده كمان عندي مصرفات البحص والتطوير مثلا مرتبات وكذا ففي الاخر يعني اللي اربعة دول عبارة عن ايه عبارة عن مصرفات تشغيلية يعني مصرفات انا بتفحها نتيجة ان انا عندي مصنع والمصنع ده بيتم انتاج منه منتج وكذا في بقى عندي مصرفات برضو سنوية المصرفات او مصرفات الحاجات غير تشغيلية دي طبعا حاجات مش مرتبطة بالانشطة الاساسية خالص دي مرتبطة بانشطة غير اساسية زي مثلا مثلا لو انت خدت الكارد بتدفع عليه فوائد برضو بنفس القصة بادر بالكارد في معدل الفائدة عشان اعرف انا بدفع كان في السنة ده مصروف يترى الطبعي دفع فلوس ولكن طبعا حاجة مش مرتبطة خالص بالنشاط الاصي بتاع الشركة البردو الحاجة التالتة عندنا خسار الرأس المالية نفس القصة انت بالكارن هنا ما بين القيمة السوقية للأصول المباعة مع القيمة المحاسبية اللي هي الدفترية والله لو لقيت ان القيمة السوقية اقل من القيمة الدفترية فاكيد هنا حصل لك خسار يعني مثلا لو بعت عربية مئة الف جنيه متسجلة عندك بمئة وخمسين الف جنيه طبعا في انت كده اكيد خسرت كام طبعا اكيد خسرت كده خمسين الف جنيه ده ممكن انها تبقى انها خسار الرأس المالية يعني احد بنودي المصروفات اللي عندي في الآخر طبعا كده يبا انت عندك ارادات وعندك مصروفات وهنا لها انواع وهنا لها انواع لو حنبوص بقى كده مع بعض على الشكل وبسط اللي كلها مش الدخل عشان نعرف ممكن نقرأها ازاي واحد فوق خارص كده هتلاقي صافي المباعات او ده اهم بند عندك في القيمة طبعا عشان ده البند الاساسي اللي عندك اللي هو مثلا سيه مثلا لو قلنا ان احنا بيعنا السنة دي 100000 جنيه طيب انت النهاردة لما بيعت السنة دي 100000 جنيه اتكلفت كاما عشان تنتج الميت 1000 جنيه دول متكلف 40000 جنيه يعني يبقى المنتجات اتبعتها متكلف كام فيها متكلف 40000 جنيه يبقى انت كده يا كسبان كام بشكل اجمالي كسبان 60000 جنيه يعني مجموعة الربح كده منتجة ببساطة مجموعة الربح هو عبارة عن الربح اللي جالك من المصنع انت المصنع انتج منتج معين اتكلف فيه مصروفات معينة وبالتالي المصنع ده كده فكيده صفه معك 60000 جنيه ولكن طبعا مش دي كل الستوري ده فيه برضو حاجات تانية ممكن تجي لك ارادات تشغيل من حاجات اخرى وكمال ممكن برضو يكون عندك مصروفات برضو راحة في حاجات تانية زي مثلا ممكن يكون عندك ارادات تشغيلية اخرى 10,000 جنيه ممكن تبقى متكلف في 5000 جنيه مصروفات بيع وتوزيع ممكن مصروفات عامة وادرية بقى وحاجات المديرين ب7,000 جنيه ممكن كمان تبقى عندك مصروفات اخرى مرتبطة بالنشاط ب8,000 جنيه في الاخر كده الستين اللي عندك باللازرق ده لو ضفت عليه العشرة بالالاخدر وشلت بينه الخمسة والسبعة طبعا والتمانية هيصاف بقى عندك كام 50,000 جنيه معنى كده يبقى صاف ربح النشاط كام 50,000 جنيه يعني صاف ربح النشاط يعني الوقت النشاط الاساسي بتاع الشركة اللي هو مثلا انتاج المنتجات مثلا الشركة بتقدمها صاف الصانية عندها كام صاف ربح كام 50,000 جنيه صاف الربح اللي جاي منين بقى جاي من النشاط الاصل بتاع الشركة طيب زي ما قلنا من شوية ممكن تحصل حاجات غير مرتبطة بالنشاط اللي هي الحاجات غير التشغيلية فأكيد طبعا حاجة لك إيرادات واكيد حتى 9,000 يبقى انت كده بيصاف عندك صاف الربح قبل الدريبة كام 60,000 جنيه يعني حجم الخمستاشر خمسين طبعا واتشاب انها خمسة معنا كده يبقى صاف الربح عندك 60,000 جنيه طبعا ده مقابل الدريبة أنا كده لسه مدتش الدولة حقها طيب لو الدولة يتلك والله هي هاخد منك ضريبة 20% طب 20% طبعا من كام من صاف الربح القبل الدريبة اللي هو 60,000 جنيه يبقى طبعا اكيد كده انت تدفع كام ضريبة هدفع 12,000 جنيه جبناها ازاي ضربنا 60,000 اللي هو صاف الربح قبل الدريبة في معدل الدريبة اللي هو 20,000 هتبقى كده عندك كده 48,000 جنيه ده الربح اللي هو بسموه صاف الربح او ربح القبل التوزيع انت كده اصبحت دفعت كل الناس حقها دفعت حق الموظفين ودفعت حق الخمات ودفعت حق المردين ودفعت حق الناس اللي بيتسوق لك المنتج ودفعت حق كل حاجة ودفعت حق الدريبة ودفعت حق الدولة في الاخر صف عندك كان لو روحنا بقى كده مع بعض للقائمة الثالثة اللي هي اسمها قائمة الأرباح المحتجزة أو Retained Earning Statement دي الحقيقة قائمة مهمة جداً بتوضح لك إيه اللي حصل بالزبط في حساب أو رصيد الأرباح المحتجزة يعني بالآخر أرباح محتجزة هي أي أرباح الشركة عملتها واحتفظت بيها ومردتش توزحها للملاك الله يعني يه الكلام ده يعني هو أنا ممكن أكسب ربح معين وبدأ ما تديه للملاك يتم احتجازه بالزبط كده إن دايماً عشان تأمن نفسك بكرة أو عشان يعني تحوط نفسك من بكرة فأنت مش من الزكاء إنك توزع كل الأرباح أنت بتوزع جزء وبتشيل الجزء الباقي بشكل أرباح محتجزة طيب بيتشال طبعاً ليه؟ بتشال عشان مثلاً تسارد مثلاً أي ديول مثلاً أنت متعسر فيها أو ممكن تعيد استثمارة في الشركة عشان تحقق النمو في المستقبل يعني سواء أنت مثلاً بتشيل حاجة للزمن كده زي بالزبط كده أنت بتشيل حاجة مثلاً في بيتك للزمن يعني يعني للزمن يعني ممكن مثلاً لو أنت عليك مصروف مثلاً معاكش فلوس تقدر تدفع بيه يلما مثلاً بتحوش عشان تكبر حجم الشقة بتاعتك أو تكبر عربيتك أو هكذا من الآخر يعني دي كده اسمها عبارة عن الأرباح المحتجزة وبالتالي هنا صاف الربح السنة وده المفروض مش بيروح طبعاً كل الملاك ولكن ده بيروح لمصدرين أو بيروح لمصدرين في جزء بيتوزع بيسموه توزعات طبعاً منطق طبعاً ده يحصل لأن مفروض الملاك طبعاً يكل سنة هم استثمروا عندك فبالتالي أكيد لازم يحصلوا على جزء من الأرباح ولكن طبعاً فيه جزء محتجز اللي هو بيسموه الأرباح المحتجز طيب لو هناخد كده شكل بسيط للقايمة هتلاقي القايمة عاملة كده إزاي؟ أنت بتبدي القايمة بالرصيد أول السنة يعني شايل كام لحد أول السنة وبعد كده بتضيف عليها الربح اللي جالك السنة دي وبعد كده بتشيل منها التوزعات التوزعتها طبعاً فأكيد طبعاً كده يبقى أنت كده حيتبقى يبرو عندك إيه؟ حيتبقى طبعاً عندك الرصيد بتاع آخر السنة يعني مثلاً لو بادئ السنة معاك أرباح محتجزة متحوشة من سنين سابقة 150 ألف جنيه بس أنت كسبان السنة دي كام 50 ألف جنيه وزعت منهم 30 ألف جنيه يبقى أنت كده أصبحت شايل كام آخر السنة 170 ألف جنيه طيب يعني 170 ألف جنيه يعني أنت بادئ بـ 50 ألف جنيه آسف بادئ بـ 150 ألف جنيه أوكي بس أنت نجحت تشيله 20 صح كده يبقى أنت أكيد طبعاً أصبح معاك كام في الآخر 150 طبعاً زاد 20 يبقى ساوي كام 170 ألف جنيه ده كده رصيد الأرباح محتجزة طبعاً هو آخر الفترة بردو كريستريدي نروح بقى تلوقتي للقائمة الرابعة اللي هي قائمة الترافقات النقدية أو الكاش فيرو ستيتمنت دي الحقيقة بتوفر معرومات مهمة جداً عن المتحصلات النقدية يعني الكاش إن فلو والمدفوعات النقدية يعني الكاش آوت فلو عن فترة معينة بس الحقيقة بتوفرها بشكل مختلف شوية يعني بتوفرها حسب طبيعة الأنشطة اللي الشركة بتعملها طيب نفتكر كده مع بعض يقولنا كده في أول حاجة خالص إن الشركة بتاخد تات أنواع من أنواع القرارات صح كده بتاخد قرارات خاصة بالتشغيل طبعاً اللي هي طبعاً الحاجات اليومية والحاجات في الشورت ترم بتاخد قرارات خاصة بالسسمار وبتاخد طبعاً قرارات خاصة بالتمويل يعني كده نفتكر طبعاً يبين هنا عندي قرار السسمار وقرار التمويل وقرار التشغيل في كل بقى واحد من دول كده فأنا بعرف يا ترى جالي فلوس قد إيه ودفعت فلوس قد إيه يعني مصفي عندي كامل وبالتالي هنا لازم أحسب لكل نوع من أنواع الأنشاة دي كده صاف الترفق النقدي يعني إيه طبعا يبقى الترفق الداخل ناقص الترفق إيه الخارج طيب يمكن طبعا القائمة دي المفروض بتعمل بشكل مفصل بس طبعا بما إننا ناس مش متخصصة فنأخدها كده بشكل إجمالي الأول عشان نفهم الكسة مشة إزاي ده كده شكل القائمة المختصرة لو تاخد كده بالك إن فيه في كل ليفل من دول صاف الترفق النقدي من مرة من النشارة التشغيلي دوت مرة من الاستثماري مرة من التمويل يعني مثلا لو صاف الترفق النقدي من النشارة التشغيلي 2 مليون جنيه بالأخضر يعني إيه يعني حصل كاش انفلو يعني حصل الترفق النقدي داخل يبقى الأنشطة التشغيلات بتاعت الشركة السنية دي اللي هو المصنع بقى أو المعدات والمنتجات وحاجات دي كلها صفت عندي كامل سنية دي دخلتلي ترفق نقدي يعني دخلتلي فلوس ب2 مليون جنيه طيب نروح بقى نشوف إيه اللي حصل في النشارة التشغيلات التشغيلات آه هنا اداك النشارة التشغيلات التشغيلات ناقص 600 ألف جنيه يعني إيه يعني انت كده كأنك التشغيلات التشغيلات زيادة 600 ألف جنيه سحبت فلوس من الشركة وروح تكبرت حجم التشغيلات بالعكس انت ده يدل على ايه يدل على ان انت لسه في مرحلة استثمار فاكيد طبعا ممكن في المستقبل هتلاقي طبعا عندك تلافقات تمضية داخلة كتير والنشاط التمويلي ربعمائة الف جنيه بالسالب يعني ايه الكلام ده يعني انت سددت فلوس من اللي عليك بكام ربعمائة الف جنيه وهكذا يعني معنى كده بقى دخلك كام فلوس طبعا صافية دخلك طبعا مليون جنيه صافي تلافق نقري يبقى انت كده جالك اتنين مليون جنيه روحت واخن من نوم مليون استثمارت بستمية ودفعت فلوس من اللي عليك بربعمائة طبعا يبقى انت كده دخلك صافي كام طبعا مليون جنيه بكده طبعا نكون خلصنا الاربع قائمة المالية اللي احنا خدناهم اللي هي طبعا عندك ميزينة عمية وقائمة الدخل والارباح المحتجزة والتلافقات النقدية وطبعا الهدف من ده كله ان انت تحاول تعرف بالزبط ازاي ترى الارقام الموجودة في كل قائمة